هذه الفتاة عمرها سبع سنوات لا تأكل، لا تنام، لا تشعر بأي ألم هذه الفتاة الصغيرة التي اكتسبت اسم الفتاة الإلكترونية من الصحافة البريطانية تعاني من خلل في الكروموسومات يسمى بيت ديليشن 6 أوليفيا الشخص الوحيد في العالم المصاب بهذا الخلل الذي يجمع كل هذه الأعراض لم تعد تنام منذ أصبح عمرها 9 أشهر أقلقت أمها نيكي تريباك هذه المشكلة وفهمت أن هناك شيئا ما ليس على ما يرام الطفل بهذا العمر يحتاج من 8 ساعات إلى 12 ساعة من النوم باليوم فيما بعد صدمت أوليفيا سيارة ودهشت أمها لردة فعلها بعد هذا الحادث فقد اعتقدت أنها لن تخرج حيا لأن الحادثة كان صعبا بالنسبة لعمر الطفلة ولكنها شاهدت ابنتها تنهض وهي تتساءل عما حدث ارتعبت الأم ولم تستطع أن تصدق عينيها ذات يوم جرحت أوليفيا شفتها بشكل كبير ولكنها لم تشعر بشيء ولكن الجرح احتاج لعدة قطب أصبحت حالة الطفلة الإلكترونية أكثر غرابة شيئا فشيئا ولم تعد الطفلة تشعر بالجوع وفقدت شهيتها لتتناول الطعام بشكل خفيف وخلال سنة لم تأكل سوى بعض الوجبات إلا أنها لا تجوع أبدا على أوليفيا أن تأخذ أدوية لتنامى ولتسيطر على نوبات غضبها تروي أمها؟ لقد ربتني سابقا برأسها وهي توجه لي أحيانا كلمات عنفة ذات يوم صرخت علي في وسط حديقة مزدحمة كان هذا مزعجا جدا هذه الفتاة أطلقت عليها الصحافة البريطانية التي أدهشتها هذه الحالة الغريبة والفريدة من نوعها اسم الفتاة الإلكترونية في البداية كان كل شيء عاديا في حياتهما قبل أن تفصل الأجهزة عنها يقول الأب كنت أعرف أنا أمسك بيدها أنها ستلفظ قريبا نفسها الأخير كنت أستطيع أن أشعر بها لأن يدها الصغيرة كانت تصبح أضعف شيئا فشيئا وتتثاقل على السرير ثم فجأة تمسكت بإصبعي طاب يومكم والسلام خير الختام لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر